ورجعنا لكم تاني من بعد فترة كبيرة كنا غايبين فيها وغايب عننا الزمالك بسبب فترة التوقف الدولي ورجعين بكوة لماتش كبير جداً الإسماعيلي في الإسماعيلية الزمالك بحلته الجديدة طبعاً مع مدير فني جديد ولعيبة جديدة وسكواد مختلف وشكل مختلف عن الفترة اللي فاتت فطبعاً النهاردة جايين نتكلم معاكم عن ماتش الإسماعيلي وأهمية ماتش الإسماعيلي تابع بقى معنا الحلقة يلا بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً بكل إخوات الزمالكوية في مصر الوطن العربي إزايكم عاملون إيه يا رب تكونوا بخير وأهلاً بكل مشاهدي قناة ملوك متعقبة وصفحة ملوك متعقبة على الفيسبوك يارب تكونوا بخير ويومكم جميل بفضل الله حقيقة النهاردة وإحنا جايين نتكلم على الزمالك أنا أو أي محلل تاني فطبعاً الوضع قدامه مبهم جداً ليه الزمالك بعيد بقاله فترة مدرب جديد سكواد مختلف غيابات كتيرة في خط الدفاع وغيابات كتيرة عن القايمة اللي لسه نزلة من ساعات قليلة يعني ففي مشاكل كتيرة عند الزمالك أو وضع غريب شوية عند الزمالك ما تقدرش تحكم به لكن ومع اللاعب فرقة زي الإسماعيلي خص مقوي جداً جداً الإسماعيلي في الإسماعيلية ماتش مستهل أبداً على الزمالك على مدار التاريخ يعني ومعه مدرب كمان اسمه أهاب جلال مدرب متمرس في الدوري المصري طبعاً هنكلمكم شوية عن الإسماعيلي نقطة الكوة ونقطة ضعف اللي فيه احكي شوية معاكم إزاي نقدر نلاعب فرقة الإسماعيلي مع أهاب جلال مبدئياً أهاب جلال كان زكي جداً في التعامل في المباراة اللي فاتت قدام سراميكا والمباراة اللي حيلعبها طبعاً قدام الزمالك وأنا جاي هنا بحللك الفكرة جات منين أهاب جلال طبعاً عنده مشاكل كبيرة كانت قبل التوقف أو من خلال كاسر ربطة وفيه لعيبة كتيرة مشيت ولعيبة لسه جاية على الفرقة ولعيبة صغيرة وعنده مشاكل في النتائج وعلى مستوى طريقة اللعب بتاعه في ماتشي سراميكا اللي فات إهاب جلال لأول مرة من فترة كبيرة ما شفتوش طبعاً لعبها كتير لأهو كان بيلعب دفاع منطقة دفاع كومباكتف بيلعب في 30-40 متر وده راجع لأسباب من وجهة نظري راجع حتى بالصلها كده من نحية معينة لقيت إن إهاب جلال فكر بشكل مميز جداً في نقطتين النقطة الأولى هي لعب سراميكا الماتشي الأولاني وسراميكا فرقة بتلعب بالكورة كويس جداً كورتهم حلوة بيلعب كورة هجومية وعندهم أفراد مميزين ثاني نقطة هي لعب الزمالك الماتشي اللي بعده والماتشي اللي بعده طبعاً الزمالك فرقة كبيرة وفرقة عندها نشوة وعندها روح جديدة ومدرب جديد فطبعاً الوضع يبقى مختلف شوية في الماتشين فالماتشين الراجل فكر إن هو يلعب دفاع كومباكت تحت الكورة وأعتقد إن دي طريقة اللي علعبنا إهاب جلال بيها الماتشي اللي جاي طب إيه يا نقطة الكوة اللي اعتمد عليها إهاب جلال في ماتشي سراميكا وده اللي اختصر لك منه الطريق لمباراة الزمالك زي ما انتوا شايفين في الصورة كده إهاب جلال كان واقف أربعة خمسة واحد تحت الكورة وسايب نادر رمضان مهاجم وحيد اللعيب المتحرك في كل أجزاء الملعب لعيب كويس جداً واللي كان حديث الجماهير والصحافة والإعلام الفترة اللي فاتت وزي ما انتوا شايفين كده أربعة خمسة واحد تحت الكورة طب بنعمل إيه في اللحظة دي؟ طبعاً بنوقف عبد الرحمن مجدي ومعاه إيريك تراوري القلب الملعب شوية وقدامهم نادر رمضان تحت تلاتة اللي هو محمد حسن وعمر الساعي كمان الرجل كان مركز في نقطة ويلا بينا حنقل معاك كده الصورة اللي قدامك دي كده بتوضح لك قادي الكورة أول ما بتوصل لعمر الساعي بيعمل تمريرة أمامية طولية لعلى نادر رمضان لعيب مميز جداً في الكنترول على الكورة واستلام الكورة زي ما انت شايف كده بيستلم الكورة وبيخش منطقة الجزاء وبيسدد لكن بتطلع برا نفس الصورة التانية هعد مع الهدف الأول لنادي الإسماعيلي لعب الكورة برضو اللي نادر رمضان هو اللي عليه الدائرة ده تركز معاه كده استقبل الكورة بشكل مميز خدع على دماغه دخل بيها سند سدد سجل الهدف الأول لنادي الإسماعيلي ودي ركز معايا في اللعبة دي لأن هجيلك لها في ماتش الزمالك الماتش الجاي كمان لعبة كمان هي زي ما الصورة بتوضح في الهدف التاني اللي سجله عبد الرحمن مجدي نفس الكورة ملعوبة طولية بيطلع عليها نادر رمضان بينزل الكورة لعبد الرحمن مجدي بيخلين فراد تماماً بالمرمة بيسجل بيها الهدف التاني للإسماعيلي وهنا دي نقطة قوة الراجل فكر فيها قدام سيراميكا طبعاً أكيد هتلعب بيها برضو قدام الزمالك فلازم الزمالك يكون مركز على النقطة دي كويس جداً النقطة التانية طبعاً الماتش تغير تماماً لأننا شفنا ماتش سيراميكا وفي حالة طرد حصلت في آخر الشوت الأول فالوضع تغير والفكرة دي تلغت والراجل بيلاعب تحت الكورة ودخل عبدالرحمن مجدي وإيريك تروري أو من بعد منه عبدالرحمن الدح اللعيب الجديد اللي جاي من طنطة لقلب الملعب شوية مع وجود نادر رمضان وبقى وياخده في المساحات ومش قادر أقولك كمية الفرص اللي ضيعوها من الكورة دي عبدالرحمن نادر رمضان الدح حتى إيريك تروري كل الناس ضيعت أهداف كتيرة وأهداف محققة أربع فرص محققة نيجي للنقطة التانية كده أنا وريتك الإسماعيلي في النحية الوجومية بيشتغل إزاي في النحية الدفاعية بقى الإسماعيلي عنده مشاكل كبيرة جدا رغم أنه استقبل هدف واحد وقدر يفوز بالمباراة لكن عنده مشكلتين واضحين جدا 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 النقطة الأولى هي الكورة السبت الكورة الأولى زي ما أنت شايفة إيه ضربة حرة من نحية الشمال الكورة بتتلعب ورغم وجود عدد كبير جوة 18 لكن الكورة بتروح على دماغ أحمد ياسر ريان طبعا بيحطها بره أعلى العرضة كمان كورة تانية هي من نقي تليمين زي ما أنت شايف من قلب الملعب من نقطة مختلفة الكورة بتروح برضو اللي بيستحوز عليها لعيد سيراميكا وبيقدر يعمل منها خطورة على مرمى الإسماعيلي كورة تانية وكورة تالتة وصور كتير طب النقطة التانية اللي بقولك عليها هي البين دفاع نادي الإسماعيلي البين دفاع نادي الإسماعيلي مفيش ما بينهم أي تفاهم عندهم مشاكل كبيرة جدا 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 سواء في الرقابة أو التخطير وفي الجون بتاع صديق جولة زي ما أنت شايف في الكورة كده الراجل بيستلم الكورة قدام اتنين وبيعدي اللي بقوا تلاتة بسهولة جدا وبيقدر يسجل هدف كمان قدامك كاجون إيبوكا مهاجم سيراميكا نفس اللعبة بيقدر يستلم ما بين الاتنين مدافعين وبيسجد الكورة على المرمى أنا كده بوريلك الصور والحالات من ماتشي الإسماعيلي وسيراميكا وبنسبة كبيرة هي دي اللي حابني عليها أفكار الزمالك وهو بيلاعب الإسماعيلي لأن الراجل أكيد يعني في أربعة أيام بممرن الفرقة جاي من فترة كبيرة بممرن الفرقة على الطريقة دي لأنه هيلعب فرقتين زي ما قلت لك فرقة بتلعب كورة وفرقة مبهمة بالنسبة له جاي بنشوة فهلز مالك هينزل ضاخد وعايز يلعب كورة عايز يبين قدام جمهوره واللعيبة بتاعته عايزها تظهر والمدرب عايز يبين كمان لمسته وفنياته التدريبية داخل المرمى الزمالك محتاج في النقطة دي أنه يركز على نقطتين مهمين جدا 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 النقطة الأولى أن الزمالك يركز على الكور السبتة الكور السبتة سلاح مهم جدا جدا اللي أنت تقدر تسجل منه أهدافه النقطة التانية المهمة بالنسبة لي في ماتش الإسماعيلي هي المجموعة الأمامية المجموعة الأمامية النادي الزمالك سواء كانشيكا زيزو عبدالله أوباما الجزيري أو حتى اللي من تحتهم محمد شحاتا أيا يكون الأسماء اللي الرجل هيحطها في ماتش بكرة المجموعة الأمامية عليها عامل كبير جدا في نجاح مباراة الإسماعيلي هتقولي إزاي هقولك يا سيدي الكورة واحنا معانا واحنا بنستحوذ لازم نركز ان احنا نعمل باص سليم وباص صحيح بنسبة 100% ما تخسرش الكورة بسهولة عشان ما تعملش عليك الارتداد اللي حكيتلك عليه بتاع قوة نادر رمضان في المنطقة الهجومية لعيب فرود متحرك بيتحرك كتير على الأطراف وفي العمق مستثبت في مكان فلعيب هيعمل لك مشاكل النقطة التانية لو خسرت الكورة لازم تعمل الارتداد السريع عشان تقدر ترجع تساند الأطراف بتاعتك سواء في الأطراف أو في عمق الملعب من عبدالله السعيد تقرب المسافات وتخلي المسافات قريبة بينك وبين زميلك تلعب 30-40 متر وانت بتدافع المجموعة الأمامية عليها عامل كبير جدا والتانية عبدالله السعيد عبدالله السعيد ودوره المميز جدا عبدالله السعيد لازم يركز معانا في التمريرات المفتاحية كلنا شفنا المشكلة اللي عند قلبين دفاع الإسماعيلي لازم عبدالله يمرر الكورة في الحتة دي كتير جدا مع دخول الوينجات لقلب الملعب بشكل كبير ماينفعش نفتح الملعب بالوينجات بتاعتنا قدام قلوب دفاع ضعيفة زي دي لازم نستغل النقطة دي أحسن استغلال عبدالله السعيد بالتمريرات بتاعته أو شيكا مع دخول الاتنين الوينجات لقلب الملعب مع سيف الجزيرة أو أوباما اللي هيكونوا موجودين لازم نعمل عمق هجومي هيغلطه ونقدر نسجل من النقطة دي كتير جدا جدا إن شاء الله آخر حاجة في الماتش لازم الزمالك يركز والمدرب يركز على النقطة اللي ذكرتها لحضرتك وهي الخطوط تبقى قريبة بسبب واضح جدا النقص العددي ونقص الكواليتي في الخط الخلفي لنادي الزمالك النقص العددي ده عامل مشكلة ونقص الكواليتي الزمالك في ماتش الإسماعيلي مجبر إنه هو يجرب باكليفت جديد معاتنا المساكين ممكن أول مرة يلعبوا مع بعض مع بك رأيت الأربعة عندهم مشاكل في التمركز وفي السرعة والرقابة من غير الكورة عندنا مشاكل في النقط دي فمع تقريب الخطوط وعمل انضباط تيكتيكي في المنطقة بتاعت عمق الملعب والأطراف هنا الزمالك يقدر يداري عيوب الأربعة دول ونقدر نطلع بسلام من المباراة في الأخير بتمنى التوفيق بكرة لنادي الزمالك والجمهور والمدرب واللعيبة وكل الناس ونبارك لبعدنا بكرة بعد الماتش ونطلع نحلل ونقول إيه اللي حصل في الماتش وإيه وجهة نظرنا من المباراة وإن شاء الله يكون يوم حلو على كل الزمال كوية طبعا أنا في الآخر بشكر كل اللي تفرج علي وبشكر كل اللي شاف الحلقة للآخر وبشكر كل متابعة قناة ملوك متعقبة وصفحة ملوك متعقبة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وما تنسوش اللي ما اشتركش في القناة يعمل اشتراك ويفعل الجرس على الكل عشان يجيله الجديد بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته